موسيقى الدهاء وما دراكم الدهاء وش معنى كلمة او وصف مصطلح داهية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعين الكرام اليوم بنتكلم عن الداهية الرجل الداهية معنى كلمة الداهية هي مهارة تدبر الأمور يعني في الأمور الكبيرة مهارة التدبر ونهي طلعك من الأمور الكبيرة بسرعة وبذكاء عجيب الدهاء عادة مكتسبة عندناس واجد لكن لو شفت في التاريخ عن أدهى رجال العرب وأدهى رجال التاريخ بنلقى أن أدهى العرب هم أربعة اللي هو أولهم معاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبي هذولا هم أدهى العرب ويسمون بالدهات الأربعة بناخذ واحد منهم بنتكلم عنه اللي هو الصحابي والقائد العظيم عمر بن العاص الملقب بأرطبون العرب يقول شمس الدين ذهبي في حدا كتبه يقول هو داهية العرب يقول الرجال ذا داهية العرب وداهية زمانه ورجل العالم وهو من يضرب به المثل في الفطرة والدهاء ولقبه عمر بن الخطاب بأرطبون العرب في معركة أجنادين فضل بزياطيين وكان عمر بن العاص من صحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن احترامه له كان ما يرفع عينه في عين الرسول كان يحترم الرسول بشكل كبير صلى الله عليه وسلم وفيه مرة من المرات تولى قيادة الجيش في معركة من المعارك وجاههم الليل ويبون شبون النار ورفض عمر بن العاص قال لا تشبون النار قالوا يا عمر بن العاص برد علينا إذا ما شبين النار بنموت من البرد قال لهم لا ماني بخليكم تشبون الضو وبعلمكم بالسبب بعدين يوم انتهت المعركة راحوا الجنود يعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون انه ما سمح لهم يتدفون بالضو قتلنا البرد وحنا دخلنا في المعركة وحنا ميتين من البرد فسأله الرسول قال له ليه انت كنت تسوي ذا العادة وسويت ذا الشي فيما معنى قال انا ابي شب النار لكن انا انا بنفسي كنت ميت من البرد لكن ابي شب النار لكن اخاف اذا شبيت النار يدرون اعداءنا انعددنا شوي فاذا عرفوا وادركوا انحنا اقل من عددهم تحززت نفسهم بيهجمون علينا بكل سهولة والحرب خدعة فوافقه الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد فترة طويلة وبعد ما تولى عمر بن الخطاب الخلافة الخلافة الراشدة ارسل عمرو الخطاب جيوش الى الشام وداهم الى الشام والعراق وكان واحد من قادة ذول الجيوش هو عمرو بن العاص وكان من ضمنهم خالد بن الوليد وقادة عظماء في الاسلام وكان عمرو بن العاص رايح للشام ويوم وقف عند حصن من اكبر حصن الروم كان في الحصن ذا قائد اسمه ارتبون وهو داهية الروم الداهية اللي مثل ما قلتكم عندها ذكاء حاد فارطبون ذا مشهور ومعروف انه ما يخسر اي حرب يدخلها فارسل عمرو بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص وقال ضربنا ارتبون الروم بارطبون العرب ولننظر بماذا تنفرج يقصد عمرو بن العاص فراح عمرو بن العاص الى الحصن حصنه الروم وحاصره وارسل رسل داخل القصر يعني المفاوضة هو اصلا ما كان قصده المفاوضة هو قصده يعني انه يعرف مداخل الحصن ومخارجه ويعرف وش الثغرات اللي في الحصن الحصن اللي هو داخل هالقصر يعني يقول فارسلوا الرسل فراحوا وارجعوا على عمرو بن العاص يعني ما رجعوا لها بالشي اللي هو يبيه يعني ما رجعوا لها بالتفاصيل الدقيقة اللي هو يبيها في يوم رجعوا لها الرسل قعد يقلب أفكاره وقال تصدقون بروحنا وبتنكر على اني واحد من رسل عمرو بن العاص وأنا عمرو بن العاص دخل عمرو بن العاص وهو يشوف أدق التفاصيل في القصر يشوف الجيش اللي داخلين ولي طالعين عرف مداخل القصر ومخارجة فيوم دخل عند أرطبون وشاف حاشية الملكة تحاورون فطال بينهم الكلام فتكلم أنت يا عمرو بن عاص وتكلم مع أرطبون في التفاوض معه إليه وصلوا النهاية الأمر على أساس أنها رسول قال أرطبون ما حنا بمسلمين ولا حنا بدافعين الجزيه لكم ولا بيننا وبينكم أي معركة اطلع يعني طرد عمرو بن عاص ويقول حنا متحصنين في ذا الحصن الكبير فطلع عمرو بن عاص من الحصن وقال أرطبون هذا الرجل مه رجل طبيعي فيه لسانه حكمه وفيه عظمه هذا الرجل وأنا أراهن أنه إذا ما كان من أعظم رسل عمرو بن عاص ومن أعظم قادته هذا عمرو بن عاص برأسه مه بواحد من رسل هذا أنا متأكد أنه يعني يا عمر يا أعظم قادته وقال الأرطبون إذا طلع من الحصن يحكي الجنود اللي عنده قال إذا طلع الرجال ذا من الحصن اقتله بسهم وبنحط لنا سهم طايش يعني ما لنا دخل حنا فيه إذا طرع من الحصن لا تقتلون الحين فراح عمرو بن العاص وهو يمشي في الحصن يقول درع أن الرياجيل ناوين يعني من نظرات ومعيونهم فيها شر شر بهم طبيعي فجاه رجال عربي كان في الحصن وقال له إذا أحسنت الدخول فأحسن الخروج يا عمرو بن العاص ولا تخليهم يقتلونك فعرف عمرو بن العاص أن الرياجيل بيقتلونه ووقف عند باب الحصن فالناس كلهم يتفكرون فيه فرجع على الأرطبون ودخل عليه وقال له الأرطبون وش تبينت وش اللي دخلك علي وش اللي رجعك فيه شي معين قال أنا قائد من قادة المسلمين وأنت عطيتني هدية قبل شوية ومدخلت عليك فما يصير أن أطلع وأروح للقادة وما فيه شي في يدي إلا هدية وحدة لي والقادة هم عشرة وأنا واحد من القادة فاش رايك يا الملك أني أرجع لك بكرة ومعي القادة وتعطيهم مثل ما عطيتني عشان تساوي بيننا يعني ويصير يعني فيه تساوي بيننا وبنرجع لك بكرة وهم بس تعطينا هدايا وانتفاوض ونشوف وش نتيجة الموضوع دي والمفاوضة عشان ما يروح الدم وتصير الحرب على الفاضي وهنا طار من وناسه الأرطبون وما صدق خبر يعني أنه بيقتل بكرة عشرة من قادة المسلمين بدل ما يقتل اليوم واحد وقال تم ما طلب شي نجبهم بكرة ونجتمع إن شاء الله ونعطيكم هدايا ووصى الملك اللي هو الأرطبون ووصى الجنود ما يسوون أي حاجة لعمر بن العاص قال خلوه يطلع فطلع عمر بن العاص ووصل للجيش وخذ اللي يبي من الحصن وعرف السرغة المدينة وأسرار الحصن وفوقها هدية وش عادة حسن منها فمر يوم من الأيام يعني اللي هو يوم الأول والأرطبون ينتظر القادة العشرة جاء في الليل في اليوم الأول وجاء اليوم الثاني الصباح اليوم الثاني ويوم جاء في الليل يعني نفس الشي ما أرسل رسول يعني عمر بن العاص ما أرسل عشر قادة فأرسل إلى عمر بن العاص يقول جاني قائد من قادتك يقول أنهم بيجتمعون عشرة حندي وبنسوي اجتماع وين هذا القائد هذا وين العشرة فأضحك عمر بن العاص وقال للرسول قل للأرطبون أن القائد اللي كان عندك هو عمر بن العاص ودرى أنك نويت هنية خبيثة وتبي تقتله لكنه طلع بالطريقة اللي يبيها وخذ منك اللي يبيه فرجع الرسول ودخل على الأرطبون وعطاه الخبر وقال الأرطبون أنا قيل لكم أنا قيل لكم إن ذا الرجال ما هو بحين وإنه عمر بن العاص وإنه داهية العرب وغلبني في الدهاء وأنا كنت أحسبني أدهر يجيل وهذه قصة من قصصه الواجد يعني اللي تبيلنا الدهاء اللي يملكه عمر بن العاص وعمر بن العاص ترى ما كان عنده دهاء بس كان قائد عظيم من قادة المسلمين وكان داهية من دواهي العرب اللي مخلدين في التاريخ وإلى هنا وإنتهت قصتنا أو موضوعنا لهذا اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة